دحمان محمد بمحاداة مدرسة تعليم اللغات انهيار أراضي تسببت في حالة هلع لدى العائلة القاطنة بهذه البناية السكان أكدوا بأن لجنة معاينة حلت بهذا الشارع قبل سنة من الآن وصنفت البناية ضمن البنايات الأيلة للسقوط ولحسن يلحظ أن هذا الانهيار لم يسبب خسائر بشرية ولا مدية لدى العائلات سوى أن المدخل الرئيسي أضحى خطرا يحدق بهم وحنا عشرة على اللوكاتر شاك اللوكاتر فيه ثلاثة أربعة على العائلات والله البروبلم اللي صراه سيكون ورطة حلي كان ثلاثة على الفوس سيبتيك الفوس سيبتيك فيه ثلاثة يكبوا فيه واحدة وتخرج سواديزون تخرج البرق هي ما عندها شوين تخرج عندها غيت ما يهوت بالساس الساس تعليبة بكم بلينت كل تقنون ضام بكونا شعلا ببان ناقع شاكهين ونو راكدين تنسمعوا حاجة طاحد هاد الحفرة هادي آلي إيغي كي في غابل ما يقدوش عقدو هانا وإحنا يجاوا وصورونا ودو كواغتنا ودو صافي دو زانيو اللا رحلوا منا ورحلوا منا وإحنا اللي رانا في الدانجي لو كنت تدخل للدار عندي راح تخرج لي في الدار حالتنا راهي حالا أولادنا راه أزماتي كرانا مرضى رانا بااتوا قاعدين بااتوا حيين كل يوم فلين نسمو حياتها حدريب كل حطرة نشتكون جوشو شوفوا كما كانوا مدارونا والو شوفوا الهم سلقو دو الناس اللي رمهنام بيهم باولادهم رحلوهم خوتي رانا مقبونين خوتي رانا مقبونين رانا بااتوا قاعدين بااتوا حيين تلموتوا واحد عدبان شوفو شنديرو همشي حال هدخو يشوفونا تبرع لنا خطيانا مغبوني